السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على React Bordles بالصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام React Bordles شباب عبارة عن نموذج بيبتدي يظهر معك في الصفحة بيكون مفاصل خالص عن الابليكيشن بتاعك يعني ايه الكلام ده لو نفتكرة شباب لو جينا هنا لي الانديكس .html وقلنا ان في React بيبتدي العناصر او الابليكيشن بتاعك يظهر كله في ال dev اللي ليه او يدي باسم الroot واتفقنا ال dev اللي ليه او يدي باسم الroot ده كنت بتجيبه هنا في الكمبونت اللي اسمه index.js من خلال ال get element by id ويتبتدي تنشئ الroot بتاعك من خلال المثود اللي اسمه create root وعشان تظهر الابليكيشن بتاعك كنت بتتمرره داخل المثود اللي اسمه render يبقى الابليكيشن بتاعنا شباب بيظهر في dev او بيظهر جوه هنا ال dev اللي ليه او يدي باسم الroot طيب حلو جدا ال React Bordles شباب من خلالها ببتدي انشئ مودل او نموذج يبتدي يظهر معي في الصفحة بس بيكون منفصل خالص عن ال tree بتاعت ال React او بيكون منفصل عن الابليكيشن اتفقنا الابليكيشن بيتضاف هنا جوه ال dev اللي ليه او يدي باسم الroot انما المودل هيكون منفصل خالص عن ال dev ده عشان الموضوع يوضح اكتر يا شباب هنيجي بمثال يوضح لنا الفكرة هنيجي هنا لأد.js ويهبتدي انشئ هنا جوه الكمبونت او جوه هنا الفولدر الاسمه كومبونت هبتدي انشئ كومبونت او فايل باسم مثلا مودل الشكل ده اقوله هنا مودل دوت جي اس طبعا طيب حلو جدا انا بتدي استخدم ال React Snippets عشان تبتدي تكريتلي الفونكشن طبعا وهبدل هنا بدل ما هو dev ممكن يبقى h1 طبعا عايزين نظر ال h1 ده شباب في الصفحة طبعا فاجه هنا احنا خزيناه جوه كومبونت باسمه مودل طبعا فاجه هنا ليه الاب دوت جي اس وبدل ما تريترن هنا كلمة اب عايزك هنا تريترن الكمبونت اللي اسمه مودل اكتب هنا مودل بالشكل ده تمام وهتأكد ان انا عملتله امبورت فو بعد كده شباب هاجه هنا عند الترمنال وعمل نيو ترمنال واكتب هنا ام بي ام ستارت عشان يبتدي يفتح لي البروجيكت على ال لوكال هوست تمام طبعا حلو جدا لو جينا بصينا كده شباب هلاقي هنا طبعا لفعلا المودل اللي هو عباره عن ال ولو اخدنا ب highlights كده دخلنا هنا الالمنت تمام بعد كده بعد كده لو لاحزنا كده هنلاقي هنا في دي باسم الرود الدب ده شباب كنا بنضيف في الابليكس بتاعنا تمام اللي من خلال الاب دوت جي اس اللي هي بتاعت الجيوا سكريبت تمام طبعا حلو جدا لو جينا بصينا كده شباب هنلاقي هنا اتش وان باسم موديل تمام ده اللي احنا نضفناه عايزين بم نضيف الاتش وان ده او نضيف اي جي اس اكس احنا عايزينه بس في المودل المودل اللي هو بيكون منفصل خالص عن التري بتاعت الرياكت او منفصل عن الدف اللي ليه اي دي باسم الروت طبعا عشان نعمل فكرة ده شباب هنيجي هنا للإندكس دوت اتش تيميل وابتدي انشي مودل طبعا هبتدي انشي هنا الدف عبارة عن دف عادي تمام واضي له اي دي هنا باسم مثلا مودل داش روت بالشكل ده طيب حلو جدا بعد ما انشأت هنا الروت بتاع المودل طبعا محتاج بقى شباب ارجع الاتش وان ده بس جوه المودل اللي انا لسه انشأته ده اللي هو منفصل خالص عن التري بتاعت الرياكت او منفصل عن الدف اللي ليه اي دي باسم الروت طبعا عشان نعمل فكرة ده شباب هستدع هنا الرياكت دوم دي اللي بتمكنني ان انا تفعل مع العناصر بتاعت الاتش تيميل هقول له هنا الرياكت دوم بالشكل ده ويمحتاج اعمل لها هنا امبورت هقول له هنا امبورت طبعا بعد كده هقول له هنا الرياكت دوم بالشكل ده from react-dom بالشكل ده تمام طيب حلو جدا هنا الكمبوننت اللي اسمه model انا عايزه هنا يرجعلي تمام فهاجي هنا مفروض يرجعلي h1 بس ال h1 ده يكون متخزن جوه المودل اللي انا لسه انشأته ده تمام طيب حلو جدا هاجي هنا في return تمام وقوله هنا react-dom بالشكل ده واستخدم هنا مثل ده شباب اسمها create portal create portal بتقبل مني حاجتين بتقبل مني اللي بيمثله عناصر العناصر اللي انا عايزة اضفها جوه المودل وبعد كده second argument اللي هو عبارة عن الكنتينر اللي هو بيمثل هنا شباب ال dev اللي انا لسه انشأته ده تمام طيب حلو جدا يبقى اول حاجة بتقبل مني الجيس اكس الجيس اكس اللي انا عايزة رجعه شباب عبارة عن عنصر عادي h1 بالشكل ده اسمه model تمام طيب حلو جدا تاني حاجة شباب second argument عبارة عن الكنتينر تمام انت عايزة تضيف الجيس اكس ده فين ال h1 ده عايزة تضيفه فين انا عايزة اضيفه هنا فيه dev اللي ليه id باسم model-root تمام اللي هو بيمثل عندنا المودل تمام طيب حلو جدا هبتدي هنا اقوله هنا document بعد كده dot get element by id عشان ابتدي اوصل للكنتينر اللي بيمثل dev تمام طيب حلو جدا اقوله هنا model-root يبقى كل اللي عامله هنا شباب انه هو خزن ال h1 او اي جيس اكس انا بكتبه هنا بيخزنه جوه الكنتينر الكنتينر بيمثل هنا المودل-root تمام اللي هو dev ده شباب تمام طيب حلو جدا يبقى عشان انشي البوردل محتاج هنا استخدم method اسمه createPortal تمام طيب حلو جدا طبعا هنا react to don ما تعرفتش فبالتالي ممكن اجيبها هنا بالشكل ده اقوله هنا react to don كده تعرفت معايا كل حاجة بايت تمام هاجيبها هنا شباب لو جيت بصيت كده هلاقي هنا h1 بتاع المودل الطبع معايا بالشكل ده بس لو لاحزت كده هلاقي هنا dev اللي هو اسم root وتحتيه هنا المودل اللي انا انشأته تمام لو بصيت كده على المودل اللي انا انشأته وفتحته كده بالشكل ده هتلاقي فيه h1 يبقى كده يا شباب احنا عملنا هنا model او نموذج منفصل خالص عن الابليكيشن بتاعنا تمام لو جيت كده بصيت في الابليكيشن مش هتلاقي فيه حاجة موجودة في الابليكيشن بتاعنا تمام يبقى انت كده انشأت نموذج منفصل خالص عن root element او tree بتاعت react طيب السؤال اللي ممكن يجي في دماغك دلوقتي هو انت هتستخدم هنا react portals في ايه تمام عشان اجاوبلك على السؤال ده هنيجي ليه المثال ده يا شباب تمام المثال ده كل اللي هو عامله هنا من هو طبيع لك هنا ده الابليكيشن تمام طبيع لك هنا h1 بعد كده paragraph بعد كده فيه زرار هنا بيقول لي هنا show secret model تمام ما تيجي تضغط على الزرار ده هيبتدي يظهر لك model بالشكل ده المودل ده جواية text بالشكل ده رسالة وبعد كده عندي هنا close button اللي هي المفروض ان ما تيجي تضغط عليه يبتدي يقفل لك المودل طيب عايزين نفهم السيناريو اللي تمت به الابليكيشن ده طيب لو جينا بصينا كده شباب على ال index.html هنلاقي هنا طبعا ال root element بالشكل ده ال div اللي ليه id باسم root وعمل هنا div تاني خاص بالمودل اللي هو عايز ينشئه طبعا اعطاله هنا id باسم model-root طيب حلو جدا بعد كده لو جينا هنا لل index.js عايز بقى يعمل هنا ينادي العناصر ديت يجب هنا باستخدام ال get element by id طبعا اتفعنا ال root ده ببتدي اضيف فيه الابليكيشن بتاعنا طبعا والمودل ده ببتدي اضيف فيه المودل اللي يبتدي يظهر او محتوى المودل طبعا طيب حلو جدا هنا خزنهم في variable بالشكل ده ال variable لاسمه root وال variable لاسمه model root طبعا طيب حلو جدا محتاج بقى انشئ component خاص بالمودل فانشئ هنا class component باسمه model بالشكل ده ويهي عايزين بقى شباب ننشئ border اتفعنا عشان ننشئ border باستخدم المثل اللي يسمع create model او create border طبعا اللي بجيبها هنا من react dom طبعا اتفعنا create border ده بتقبل مني حاجتين بتقبل مني ال jsx اللي انا عايز ارجعه او العناصر اللي انا عايز اضيفها ويهي بتقبل مني تاني حاجة ال container او هنا بيمثل هنا المودل او ال root بتاع المودل طبعا طيب حلو جدا اول حاجة زي ما انت ملاحز كده طبعا لك هنا رسالة بعد كده hr بعد كده هنا close button طبعا لو لاحزت كده شباب دي عندي هنا create border اتفعنا اول حاجة jsx jsx هنا عبارة عن dev طبعا ال dev هنا شباب اعطي له شوية styling بالشكل ده وبعد كده طبع جواه هنا this.props.children يعني الاطفال اللي هي داخل ال component اللي اسمه model هنعرفها كمان شوية طيب لو جيت بسيت تحتيها كده هتلاقي hr تمام اللي هو عبارة عن الخط ده بعد كده الضرار button اللي هو جواه text باسم close طبعا طيب حلو جدا الكلام ده عايزين نفهم اللي children ديت بتمثل ايه لو نزلنا كده تحت شوية يا شباب وبصينا كده على المودل تمام ده استدع هنا المودل component تمام اللي هو بيمثل هنا المودل ده وبعد كده خزن جواه هنا الرسالة ديت طبعا يبقى دي بتمثل يا شباب اللي هو جواه component اللي اسمه model طبعا بالشكل ده طبعا لي هنا جوا المودل او محتوى المودل عبارة عن children او تيكست ده الرسالة ديت وبعد كده hr وبعد كده البطن طبعا كل الفكرة اللي هو عايز يعملها يا شباب اول حاجة تضرار البطن ده قالك هنا this.props.onclose عشان يبتدي ما تيجي تضغط عليه يبتدي يقفل لك المودل بالشكل ده طيب حلو جدا بعد كده عندي هنا اعمل class component باسم الاب اللي يبتدي ديف في الابليكيشن بتاعه اللي هو في البداية ده طبعا وبعد كده انشأ state عشان يعمل functionality اللي هو ما يجي ضغط هنا على الضرار يبتدي يظهر له المودل طبعا حلو جدا انشأ state وخزن جوا show model تمام وعطي لها initial value false اللي هو في البداية المودل مش ظاهر معك انا بفهمك functionality اللي تمت تمام بعد كده انشأ هنا to method اول method اللي هي اول method اللي هي ببتدي اعمل handle لي الclick ده سماها هنا handle show message click عشان تبتدي تظهر له الرسالة تمام وبعد كده كل الفكرة انه هو عدل في قيمة show model خلها بترو انه هو يبتدي اما يجي انادي على الميثود اللي يسمى handle show message click يبتدي يظهر لي المودل تمام طيب حلو جدا نفس الفكرة برضو في close هنا المودل ما يجي اضغط على close يبتدي ينفذ لي الفنكشن اللي هي اسمها handle close model ويبتدي يقفل لي هنا المودل بالشكل ده تمام ارجو تكون متخل الموضوع وطبعا هنا عطي لي show model كما بتاعتها بfalse عشان تقفل معك طيب حلو جدا في render يا شباب رجع هنا في render dev تمام ال dev ده يكون محتوى h1 زي ما انتو شايف كده وبعد كده paragraph وبعد كده طبعا الزرار button تمام وعشان يهندل البطن ده قالك هنا on click ما جضعت عليه يبتدي ينفذ لي function لاش ما هنا handle show message click عشان تبتدي تظهر لي المودل بالشكل ده تمام كل اللي انا عايزك تركز فيه طبعا في الاخر هنا تمام ارجو تكون بتخيل functionality اللي تم بتاعة الزرار اللي هو click ده كل اللي انا عايزك تطلع منه من الابليكيشن ده انك تفهم البردل اتنشع ازاي او المودل اتنشع ازاي تمام عملت هنا استخدمت المثل اللي يسمى create portal اللي بتقبل مني حاكتين بتقبل مني gsx gsx ممكن يمثل h1 ممكن يمثل string ممكن يمثل gsx اي gsx ممكن تكتبوه يبتدر يظهر معك عناصر html تمام وتاني حاجة هي container ده بيمثل يا شباب الroot الخاص بالmodel تمام لو اتفقنا كده لو بسكنا هنا هلاقي هنا المودل root تمام المودل root اللي هو جابه هنا بوسطة get element by id تمام react borders اللي انت بتبتدي من خلال تعمل model بالشكل ده زي ما قلنا ما تيجي مثلا تضغط على زرار بالشكل ده او تعمل pop up مثلا تظهر للي user اول ما يدخل الموقع او اول ما يضغط على زرار معين بالشكل ده على حسف فكرتك انت بتبتدي تنفذ الموضوع ده تمام ممكن تضيف برضو الترانزيشن بحيث الموضوع بشكل اجمل بكتير بتمنى شباب تكون فهمت ايه react portals و اشوفك بخير في فيديو الجاي والسلام عليكم